السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات يسيرة ثوابها نور في القبر وعلى الصراط وفي الجنة ثواب لا يخطر على قلب بشر ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن ولكنه موقوف على ابن عمر وبعض أهل الإلم قال وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مجعه يعني اللي يقول الكلام ده بعد كل صلاة ولما يكون رايح ينام تمام كده يعني يقوله ست مرات في اليوم من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا يقول الكلام ده ثلاث مرات ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا إيه الثواب كنا له نورا في قبره كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة قال بعض أهل العلم أحبابي وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقطع بأن له حكم الرفع لكنه أثر ثابت حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقول الذكر مرة تانية عشان نحفظه نقول بعد كل صلاة ولما نيجي ننام الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات وكلمات الله التامات الطيبات المباركات نقولها ثلاث مرات ونقول لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاث مرات إيه هو الثواب كنا له نورا في قبره ونورا على الجسر ونورا على الصراط حتى يدخلنه الجنة جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته